أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو موسيقى الفنانة رنى أبيض لا تخجل من عمرها وشاهد طليقها وابنها وتعرف على بدايتها الفنية ومعلومات صادمة لأول مرة عنها موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسبب الشبه بينهما إلا إنها ما لبثت أن شاركت في عدد من الأدوار المهمة كفنانة لدي حس فني صادق وتتميز عن بقية الفنانات السوريات وتزوجت الفنانة رنى أبيض من أصام طوغلي وأثمر هذا الزواج عن ابنها الوحيد يوشع لكنها لم تستمر معه طويلا وانفصلت عنه وعن زوجها السابق قالت الفنانة رنى أبيض لم أفكر في العودة له وتطلقت منه قبل سنوات عدة ولا أفكر حتى في الارتباط مرة ثانية وبررت عدم زواجها مرة أخرى قائلة لم أجد ذلك الرجل الذي يعبي عيني تماما ويشعرني برجولته ما أبحث عنه هو ذلك الرجل الشهم الشجاع الذي يشعرني بضعفي وبقوته لكن برجوله وليس بظلم واستبداد أريد الرجل الذكي المتميز لكني لم أجده حتى الآن وربما اسم يوشع هو غريب على مجتمعاتنا العربية ولكنه ليس غريبا عن الكتب السماوية والكثير من النشطاء هاجموا الفنانة رنى الأبيض بسببه معتقدين أنه اسم يهودي وهو ما ليس صحيحا فهو اسم أحد الأنبياء وليس مخصصا لليهود فقط وتعد الفنانة رنى أبيض من أبرز الفنانات السوريات في القرن الحادي والعشرين وتتمتع بجمال كبير كما أن لها موهبة كبيرة ساعدت على داء كافة الأدوار باحترافية كبيرة وكانت تحب التمثيل منذ الصغر وقد لقيت الدعم الكبير من أهلها لكي تدخل هذا المجال نظرا لموهبتها الكبيرة وبعد أن نالت الشهادة الثانوية العامة أرادت التسجيل في المعهد العالي للفنون المصرحية لكن التسجيل كان منتهيا ولكن الفنان أيمن رضا شاهدها في ذلك اليوم وأعجب لحماسها واندفاعها فساعدها على التمر على التمثيل في نقابة الفنانين وبعد ذلك انضمت الفنانة رانا أبيض إلى نقابة الفنانين السوريين وأصبحت أضوى من أعضائها وتميزت الفنانة رانا أبيض بغزارة إنتاجها حيث شاركت في عدد كبير من المسلسلات السورية حتى غدت واحدة من أبرز نجمات لدراما السورية وتنوعت أدوارها ما بين الأعمال الاجتماعية المعاصرة البدوية والتاريخية وغيرها إلا أن الفنانة رانا أبيض عرفت بأدائها للأدوار الصعبة المعقدة التي تعتمد على شخصية المرأة الجميلة المثيرة التي يسندها إليها المخرجون دائما ومن خلال تلك الأدوار حصلت على جازة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل لورانس العرب وجازت عن فيلم غراميات نجلة ورغم نجاحها في تلك الأدوار لا تريد أن تصبح أسيرة تلك الشخصيات وتتطلع دائما إلى تنويع أدوارها لتشمل كل الشخصيات النسائية في المجتمع وتحضى الفنانة رانا أبيض بشعبية كبيرة داخل الوسط الفني وخارج الوسط الفني وذلك نظرا لشخصيتها المحبوبة وروحها المرحة وتألقت الفنانة رانا أبيض في أداء عدد كبير من الأدوار ويعد دورها في مسلسل الحصرم الشامي من أبرز الأدوار التي لعبت خلال مسيرتها الفنية وشاركت بالعديد من المسلسلات والأعمال الفنية في سوريا وعرفت عبر عدد من الأدوار إضافة لمشاركتها في أعمال فنية عربية في الإمارات والكويت والأردن والبحرين والعراق وكان أول ظهور للتلفزيون لها كان في العام 1999 حينما شاركت بمسلسل نداء المتوسط بإدارة المخرج بهاسل الخطيب وآخر أعمالها التي شاركت بها هو ببساطة في عام 2019 وشاركت بمسلسل وشاركت بمسلسل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر